سعيد لأواققكم طلاب الشاطرين كيف تكونوا اليوم؟ شاء الله تكونوا بخير اليوم نحن نكمل مع بعضنا في بحث التوبلما الشميل ولكن بموضوع آخر يعني بفكرة جديدة علينا ولكن سهلة وحلوة كثيرة The problem chosen with problem karma يعني حل المشكلة ومكتشافها نحن نحن نكتشف مثلا المشكلات بطريقنا ونحن نحن نحل هذه المشكلة نحن نتعلم الحل أول شي نعمل لأول شي نحن نتعلم أقوله مصدق سباح تشيوز سيكسانكي أي نجي بشيوز أوثوز دورة أورنج بار نحن نعرف ان كان يسمي دعم صباحة و دعم مسائل يعني دعم صباحة وتعمل بعض الصهر ويقول المري ، الكريم عندنا ك ensures سيئة قمية نحن نعرف انه سيئة ، ؟ اذكي شوال الامر الى اذكي 382 الى 532 اي اي بارضن 534 تبلده مزده اقوله مزده دوكوز بين دوكوز يوز اون 6 دوكوز يوز اون الانجي وضوه نو سيلي بلرسا هام شوال الى بعملية التجمع فيها نكتشف نحن انه عنا كم طالب دوكوز يوز اون 6 يعني 916 طالب لكن احنا نعرف كيف عرف امري هذا الحل نحن نشوف كيف عرف امري اول شي اللي نشرح نحن عنا مش كلمة اول شي كيف نعرف الحل كيف يعني انا فين استخدم بحل المشكل وانا عم حلم مشاكل ما فين استخدم المنازل الحلول تماما اول شي عندنا اول خطوة لازم نحن عم نحن عم نحن نفهم شو هي المشكلة كيف يحنا فين نفهم مشكل ما نفهم المشكلة اذا فهمنا المعطيات يعني احنا بيكون عند الفيرلان يعني المعطيات ويكون لدي المطلوب إليه نفهم شو المطلوب لنفهم المشكلة نجم نفهم المعطيات ونفهم المطلوب بعد ان نفهم المشكلة هاي أول خطوة ثاني خطوة شو لازم تكون بحل المشكلة تتجزم بلا نليالهم نخطط للحل كيف أريد أن أحل المشكلة كيف أخطط للحل المشكلة أول شي بكتشف شو هي العملية لازم تستخدمها كيف يستخدم الجماعة الطرح كيف تحل وفكر كمان انو شو هي الاستراتيجية اللي بدي اتبعها بالحل مثلا انو بشو ممكن نمثل الاعداد بشو ممكن نمثل الطرق اللي عم بحكي فيها بالرسم بالتابلو بالشيما يعني المخطط نشوف الخطوة السالسي اتشنجو اضم ابلان اي قريلا مننفذ خططنا ها ها كيف مننفذ خططنا مننفذ خططنا عن طريق العملائي اللي بدنا نستخدمها والاستراتيجي اللي بدنا نتبعها صون اضم الخطوة الاخيرة اللي هي الدور دنجو كنترول ادلي منطلع نحن نتأكد عالشغل اللي عملنا اذا هو صح او لا نحن نتأكد من سلامة عملنا تماما اركادشلات نحن نحكي هلا ارنيك يوضح لنا العملية اللي نحن كنا نحكي عنا او يوضح لنا المشكلة كيف هنا ممكن نحل هاي المشكلة برونجي ارنيك لحن تبعوا كتير من هذا الاورنيك لاني نحن نشرح فقط ارنيك واحد تماما ادنالو هسان امجا تموز اينده اكي بين سكيز يوز اللي تاني كاربوز ساطم ها ها عم يقولون نفي العمل هسان لهو ادنالو بشهر تموز باع الكاربوز تجب معنا البطيخ الاحمر باع اكي بين سكيز يوز اللي باع الفم امين وخمسين بطيخة اوستس اينده في شهر اوستس يعني شهر اب تموز اينده كي ساطشن ضعن يدي جوز اللي تاني ضعها فازلة كاربوز ساطها ها نحن هون هاد الشي اللي بهمنا شو عم بيقولون نه بيقولون نه بيقولون بشهر اب باع اكتر من شهر تموز بسبعمائة وخمسين وحدة زيادة تماما يعني انا ما اعطوا العدد الكامل اللي باعوا بقاب لا اعطوني الفزلة اعطوني الزيادة اللي باعه عن الشهر اللي قبلو تماما هسان ام جنن صون اكي ايضا يبطلطو بلام ساطشن بيرلكتب بلالون ها ها عبرنا هلا اخيان اوجد مع بعضنا عدد البطيخات اللي باعهم باخر شهر باخر شهرين صون اكي ايضا طيب هلا انا عنده هون اولا شهر افهم شهه المعطيات اللي هاضييني اياها وافهم شهه مطلب مني تمام بربلمي اللي يالم في ري لاندر، شهه المعطيات، بلا بتموز تا سطلا مكتار كي بين سكي يوز اللي تاني اوستوستا سطلا مكتار جيت شان أيكي سطشن يدي يوز اللي تاني فازل هذه هي الزيادة التي كانت عن شهر تموز تموز في اغسطس اي لارندة سطلان طوبلام كاربوستيسة مجموع عدد البطيخات المباعد في شهر تموز و شهر اغسطس انا لا اقدر حل عند اول شي شو لازم اعمل لازم فكر شو هي العملية اللازم استخدمها حتى اقدر انا شوف قدش بعد شهرين شو هي هانجي اشلمي بلوم هانجي اشلمي كل نجاز ايه تفارم سيزة طوبلاما اشلمي كل نجاز لحن استخدم عملية الجنة تمام هانجي استراتيجي كل نجاز ايه استراتيجي لحن نتبعه و نستخدمها نستخدم الشيما مثل ما هني عاطينا الشيما تشيز مياه للمفطط تماما برادة مسلنا انه هذا الكام هو شهر تموز اللي مباع بشهر تموز السطلان وهذا الكام زائد ارط يدي يوز لفازل الص هذا المباع بشهر اغسطس النظر زائد اغسطس انا عندي هدفة نفططه هو اكس اللي مباع بشهر تموز هذا لحيكون مباع بشهر اغسطس اكس زائد اكس ارض يدي يوز تماما هلا اللي مباع بشهر تموز و اغسطس تموز في اغسطس اه كاتشتر هاي اكس وهي اكس لاني اضبعه صار عندي اكس زائد اكس اثنين اكس انا الاكس انا فرطة من عندي هذا مجهول ارط يدي يوز لفازل هذا الكام من باع بشهرين هلا انا شو مطلوب مني مطلوب مني اعرف الاكس تماما اركضشلر لحتى نعرف الاكس ننزل لتحت شوي طلع معنا الجدول لحتى نعرف الاكس شو بدنا نعمل لازم ننفذ خطتنا نجمع صح؟ صح هلا لحتى اكتشف انا قدي مباع بشهر اغسطس مو لازم حط العدد الاول اللي مباع بشهر تموز اللي هو اكي بين سكيز يوز اللي ارط يدي يوز اللي دي المت طب ليالو بنا نجمع بطلع معنا اوش بين الط يوز كاربوز طلع معنا اوش يوز اوش بين الط يوز 6600 تماما هذا الانباع بشهر اغسطس تماما شا بدي بدي اجمع الانباع بشهر اغسطس وشهر مين تموز الانباع بشهر اغسطس أرط يوز اكي بين سكيز يوز اللي كاتش ولجاك ألط يوز اللي تاني كاربوز هذا العدد الاخير هو المطلوب مني انا هو العدد اللي انباع بالشهرين تماما هلا نتأكد نحنا من حلنا إذا طرحنا عدد اللي ينبع بشهر تموز من العدد الكلي ينبع بشهرين حيضل معي هاي الـ مو هي عبارة عن المقدار اللي ينبع بأغسطس واللي ينبع بأغسطس هو عبارة عن تموز زائد 750 إذا طرحت مننا الـ 750 ينبع بشهر يطلع معي العدد ذاته اللي ينبع بتموز هذا الشي بيأكد لي صحة الحل صلى الله مصنوا يا بالوم يعني نتأكد من صحة حلنا تمام؟ هذا هو المشكلة يعني حل المشكلة كثير سهل أولا سوف نفهم مشكلتنا نفهم المعطيات نفكر كيف بدنا نحلها و شو هي العمليات التي نستخدمها بعدها من نفر عملياتنا و نتأكد من حالنا تمام؟ أولا ننتبه شوي نحن كيف عم نشتغل تمام؟ الكنجي أرنيك اللي حيكون الكنتو تحاولوا تفهموا تتبعوا نفس الطرق اللي اتبعناها بالمسال الأول تماما عن نفس الجدل نحت تتغلوا بنفس الطريقة تمام؟ أولا هيا حتكون كل وظيفة لكم باستثناء هذا السؤال لاح نحل السؤال الأول برجسورون بير كازي التابيع فعنا بايع جرائد بير اي اتشيندي اكيوز كر كيدي تاني بيلم تشجي دير قسيسات مشتر فعنا بايع جرائد خلال شهر باع ميتون سبعة واربعين من شي عن علم الأطفال اكيوز كر كيدي اي سنوضا في نهاية الشهر سطل مايان اوتوز دوكوز دير كالدونا قري ضل بنهاية الشهر تسعة وثلاثين وحن بنبعو اوتوز دوكوز كازي التابع سيني بير اي دكاش بيلم تشجوك دير كسي غال مكتدر ها ها بدون هني خلال الشهر كله ادي ايجا لعند هذا البايع الجرائد انو عددهم كلياتهم انجي تهمين ادنس صونرا اشلام يبرك تهمين زي كونترول ادنس ها ها معنا دو احنا اللي اول شابتنا انو نتوقع عداش ممكن يكون عددهم انو عدان متأكد بهاي عملي لحن نشوف هلا اول شي انا عندي اللي نبع ميتون سبعة واربعين كيوز كر كيدي واللي ضل اوتوز دوكوز تمام ها ها اذا انا بدي العدد الكل معتا شو لازم اعمل طبلا ما اشلمية بالهم لازم نجمع تمام هادي طبلا يالهم اكيوز كر كيدي ارط 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 ث деньги كره او مه دوكوز اثonde احنا ihrزد عدوا اعنا اللي احنا اQU احتondo نحن نحل بطريقة بسيطة نحن نحل بطريقة بسيطة نحن نعقد الأمور ونرسم هذا الجدوار ونعمل كل الخطوط بخطوطه نحن نشاطرين بهاي الطريقة بس نحن نفهم المسألة بشكل ما تماما نحن نتقل على فقرة كثير حلوى يلي هي الدوال يعني عملية الطرح للأعداد الطبيعي كثير حلوى هاي الفقرة بتشبه الدرس اللي اخدناه بالطبلمة الجمعة تشكر ما اشلمين دي تهمين اتمي يعني تتوقع في عملية الطرح مثل الطبلمة اشلمين دي تهمين اتمي لكن في فروقات مختلفة بسيطة تكتير هادي باشليلوم شمدي احترليلوم ثم اعرنلوم اوتوز سيكستان يرمي اتشيط شكارولم هادي باشليلوم اتشيط شكارل من دي تهمين اتمي نسل يبيردك هادي باشليلوم نحن نحن كيف كنن نقدر نتوقع العدد او الجواب في عملية الطريحة بشو اكتلو ازكي امري بو بصمك لاري قلانة بلرسن سيئنن برلار بصمك بشي وبشتم بيكس صنراك انلواء كوشكس بلندو بصمكتك انلواء يوارلنر ها ها بشو نصحتو ازكي لامري نصحتو باليوار لما بالتقريب كما نحن درسنا بالتقريب وانا وقت بدي اعمل توقع لعملية جمع ماء بقربة باستخدام اولواء يوارلما يدا يوزلواء يوارلما اما التقريب للعشرات او التقريب للمئات نحن نشوف كيف استخدموا هني اليوارلما شو عاطيني هون اشلام صنجو از انا بدي اطراح بدور ما استخدم اليوارلما يعني الادبين اللعاء حالون 8 8dan 3ü çıkaralım 5 kalacak 3dan 2 çıkaralım 1 kalacak 15 از انا قربنا نحن الاتمانا 38 للعشر كيف نعمل لاحن 5 برلالباسم 5dan 5dan بشو ندان لك 40 23 kaç olacak 20 olacak 1 دان لي كيف نعمل كيف نعمل نحن من قبل العدد النتيجة التي تطلع معي نتيجة التخمين التوقع تكون مقاربة لنتيجة الاشلام الحقيقي يعني العملية الاساسية كيف نعمل نعمل اذا اردنا ادعنا كيف نعمل اذا اردنا إن اقدام سيدة 20 تليل بوتشه ايومشتر. الاسفر شديدة 204 تليط užده. ايجان تهمين لقدر برصه قالن بارلکته انجليل ها ها. شرقنا في هاي السايدي عائشة. لا حتى تتصوق دعم الاسفرش كان مع 375 تليل. لكن بالفاتورة طليع انه يدافع فقط دافع فقط ٢٨٤ هذا هو العدد المبلغ الكلي والمبلغ المدفوع الآن يتوقع أن يكون ضلان مبلغ الزائد مع السيدة عائشة إذا أريد أن أعمل عملية الحقيقية فقط يجب أن أستخدم شكر مع إشلمي هذا يجب أن أستخدم عملية الطرح لكي أعرف كيف يضلان مع السيدة عائشة الآن سنتقل من 375 284 من در حدوى أكيد المبات 5 دا 4 أونين 1 أونين 7 أونين 7 أونين 17 أونين 7 أونين 9 أونين هناك 2 أونين 2 أونين 2 أونين 0 أونين أعجب أن يكون أكدما أمين العملية بدون ما نحن نكتب التفاصيل هلا هذا هو الناتج اذا انا عملت العملية الطبيعية تشكارما نرمال تشكارما شمدي ان يكون انوا يفارليهم اذا انا بدي قريب للعشرة كيف تشكارما 375 كتش olacak بصمت لاري 5 يعني 380 olacak اكيوز سكسان دورت اكيوز سكسان تماما شمدي اه شمدي تشكارما ايش لماذا انا نطرح اوش يوز سكسان دان اكيوز سكسان تشكارولوم لان اخرج بماتين وثمانين وثلاثمين اذا نتذكر نحن انو اذا نعمل تشكارما دان عملت الطريح من العقل هلا عندي انا الاحد والعشرات التساويين فقط المئات مختلفة فكسي نكليوز قلاجك يعني انا فقط بطراح المئات لاني عندي اصلا العشرات والاحد والتساويين حيجي عندي صفار تماما بو يوز بو كاش بو دوكسان بير بو دوكسان بير بو لما اه يبل مصم اذا عملنا عميت التقريب لهذا العدد كاتش اولوجاك يوز اولوجاك تماما تماما اذا انا بدي قربه سيطلع معي المئة تماما فهذا هو الشي اللي احنا قلنا عم نحكي عنه سيطلع معي المئة تماما اذا نستخدم عملية التوقع بالنتجة سواء في عملية الطرح او في عملية الجمع تماما والعداد فين نستقربها للعشرات هذا الشي بيساعدنا في عملية التوقع انشتك ما ارقدشلار طبي كي انشتك اكنجي ارنك سيزيكالجاك مساعدة يلحظ لكم عن نفس المبدأ اللي اشتغلنا عليه تماما ارقدشلار ارهن جوار شمدي تشالشم صادئة ساني صادئة بشي سورة تشالجاز لحنا نستقبل فقط مع بعضنا سؤال الخامس ديار سورة لار اداءة لاجئة سيزين بقى الأسئلة حتكون وظيفة لكم شمدي بشنجي سورو ماذا ديور؟ بيتشافت لكتين في مزرعة 674 تاني كيون باردر في عنا 674 خارف كيون لارن 448 تاني سكر بالمك اتشين كتور المشتر من هدول الخوارير انجاب 448 واحد لا يتم دبحون كيون لارن سيصني ان يكن يوزنو يوار لايارك تهمين انا عندي بدن اول شي الباقي من العدد الباقي من الخوارير في اللي ما ندبح العدد الكامل 674 اللي ندبح 448 تمام؟ ها ها بو ها لندي نياب مليم شو لازم نعمل فيها الحالي؟ لازم نعمل شكا 448 استخدم عملية الطرح تمام؟ اول شي لازم نقرب ولكن نستخدم عملية الطرح لازم نستخدم عملية الطرح لازم نقرب لعملية لازم نقرب للمئات منطلع على عشرات لايب ، نقرب للمئات نقرب للمئات نعمل كلًا نعمل نعمل لزولة نعمل واحدة منطلع نعمل تمام عندي نعمل رجل أخرج 400 من السلامي كيف يتفقدون هذا المتوقع هنا بدون هذا الجواب فقط طالبين مننا هذا الجواب الناشطة كما أركض إشترك أتمنى يكونوا فهمتوا هذا الدرس بشكل جيد إذا كان عنكم أي سؤال أو ستفسار نحوه هذا الموضوع فيكم تسألونه حدي يا أرخداشرام كندنزي إيهي بكين جورشوروز